معك كابتن أساني مش اختلفت انا قلت له رأيي انا ما اعتقدش انه فيه بره في اوروبا بيطلعوا الحالات من غرفة الفاروي زوال الناس انت قرارك صح امشي زي ما انت عايز قرارك غلط عاقب برضو كل ده في الغرف المغلقة لكن مش كل حاجة بيطلع لبره بس بره بيراجعوا القرارات يعني لو فيه طرد في الدولة الانجليزية لو فيه حالة طرد ولجنة الحكام او اللجنة القانونية اللي موجودة في الدورة المحترفين هناك لو فيه قرار غلط من الحكام بيرجع بيتم رجوع انا فيه انا بقولك على نقطة انه هو كان عايز الحالة دي تزيع للجمهور عشان يثبت ان الحكام بتاعه مش مدال فطبعا عدم ثقة من الاتحاد ماشي فان هم وعايز اقولك حاجة ده يعني انا عرفت معلومة النهاردة ان الصورة اللي بتروح لهم غير الصورة اللي بتجنة اللي بتروح للفار اللي بتروح للفار صور كيه اللي بتجنة اس دي مهم مختلفة تماما ودي أزمة كبيرة جدا انه تقنية الفار مش هي نفس تقنية البس فدي اللي عملت اللغة الكبير جدا في حالات جدالية وحالات مسيرة خلال المشوار الدوري كله صحيح والخطوط ومين اللي بيحط ومين اللي متحكم الآي تي مرح ولا الحكم المساعد بتاع الفار اللي بيحط النقطة فين عشان يكشف تسلل ففيه أزمة كبيرة فالكلام كده يعني وضح لي ان الراجل اللي جاي ده حيواجه صعوبات كبيرة جدا عشان ينكي صحيح